السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز في الجزء رقم 17 من الفصل الرابع هنتناول الانترميديات فيزيس أو الفيزيس المختلفة اللي هي بنسميها مثلا على سبيل المثال انترميثاليك فيز أو ما شابه طب الانترميثاليك دي هبارة عنه As the name suggests انترميديات ستركشور Formed between two metals are nicer the parent metal nor like an alloy طيب هيا في الحقيقة هذه الانترميثاليك كومباوند يعني ما بتوقاش المادة السولفانت ولا المادة ولا هي زي الألوي علشان كده سموها انترميثاليك كومباوند أو انترميديات فيزيس فما هنا عندنا مثلا انترميثاليك كومباوند انترميثاليك كومباوند عبارة عن ايه If two elements have high difference in electron negativity they tend to form As system called inter metallic كومباوند احنا قلنا من شرط من شروط solid solution قبل كده ان يكون الالكتر النيجاتيف دي بينهم صغير جدا طيب ماذا لو ان الفرق كان كبير لو كان الفرق كبير ساعتها تعمل حاجة اسمها انترميثاليك كومباوند اللي احنا اللي هو ايه اللي احنا بنعرفه دلوقتي طيب انترميثاليك كومباوند زي ايه مثال على سبيل المثال MGSE BBSE Magnesium two silicone carbide opta to súper Vocêudic عن كيوبك وزر نيكل AS أو MNSE أو كابر أصدير دول بيكونوا هكساغنال. يعني عندي مثالكم أولاً إجزامبل اللي احنا قلنا عليهم دول Mg2, MgSE أو رصاص SE أو ماغنيسيام 2 سيليكون أو كابر 2 سالفر دول يعتبروا كيوبك. لكن عندي نيكل AS أو مانجنيس SE أو كابر SN دول يعتبروا هكساغنال. ويلكترونيك أو هيمورازاري فازيز ذي's compound have a wide range of solubility and do care at certain values of valence of electron two atoms ratio such as 3-2 كابر ذنك 1-20-13 كابر ذنك 7-4 كابر ذنك يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن هذه الcombobound لها في الحقيقة solubility عالية جداً لها wide range من solubility وبتحصل عند من الالكتورينز زي ما شفنا لما يكون نزب الزرارات 3-2 زي الكبر زينك أو 21-13 زي الكبر 5 زينك 8 أو 7-4 لما يكون كبر زينك 3 عندي حاجة بعد كده اسمها ليف فيز ليف فيز يعني ليف فيز هذا جنرال فورمولا of AB2 for example MG كبر 2 ده كيوبك أما MG زيد N2 ده هكساجنل أما MG N2 ده اسمه هكساجنل كل هذه الفيز اسمها ليف فيز طب أما السيجما فيز معناها إيه السيجما فيز معناها has a very complex crystal structure and is very brittle يعني لها شكل معقد من الكريستالي structure وبتعتبر أنها هاشة جدا this phase can act as a source of embrittlement in some alloys such as the steel يعني هذا الفيز يعتبر عيب من عيوب التي توجد داخل الماتيريال يعني لو كان تواجد فيه الصلب فإنه هادي إلى يزود البريتنس وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أن الستيل ما يتحملش وينكسر بسرعة بعد كنا عندي المتال كربايد والنيترايد وفي الحقيقة عندي المتال which have high chemical affinity for carbon and nitrogen form carbides and the nitroides في الحقيقة الكربايد والنيترايد أو المتال كربايد ونيترايد ده بيتم لما يكون عند المعادن أو المعادن المعادنية عندها قابلية عالية جدا للتفاعل مع الكربون أو النيتروجين عندما يكون كربايد ونيترايد زي مين زي الفناديم كربايد نيوبيوم كربايد فناديم نيترايد نيوبيوم نيترايد تيتانيوم كربايد تيتانيوم نيترايد they can act as a source of hardening in many alloys يعني هذه الفيزيس في الحقيقة بتؤدي للسطرينسينج للالوي اللي هي كل موجودة فيها مما يزيد من الخواص الميكانيكية